دور إفرازات الخلية الجزعية بتأخير الشيخوخة الغذاء المثالي للمحافظة على الشباب ظهرة الاكتئاب والخوف من الشيخوخة حماية العزام وصحة المفاصل مع التقدم بالعمر مرحبا بيشهد الطب كل فترة ثورات علمية هدفة تعزيز صحة الإنسان وإيجاد العلاجات لأصعب الأمراض ومن هالثورات فينا نحكي عن الخلية الجزعية اللي ممكن تخلص إنسان من كتير أمراض أما شو علي قطب الشيخوخة أو التقدم بالعمر هالشي رح نعرفه مع الاختصاصية بالطب التجدد دي دكتور ندا علاء الدين تفضلي دكتور مجور أهلا وسهلا فيك دكتور تانيكو لحضورك معنا السؤال الأول وباختصار شو يعني خلية جزعية وإذا صار للطب اكتشف عليقتها بتأخير الشيخوخة خلية جزعية هي الخلية المنشأة الخلية الأم يلي هي مختلفة عن كل الخلية ممكن تتكيسر ممكن تنزح من مكان لآخر وأهم شيء إنها بتتميز يعني بتقدر تتحول لشعر لعين لجلد لقلب لكبد ومن هون تجي أهميتها كيف اكتشفوها بالطب التجميلة في 2012 بعد ما كانوا كل أطبها تجميلة عم بيحطوا فات عم بيحطوا دهن بالأماكن بالوج عم يعملوا لايبو فلين اكتشفوا أنه الكواليتي طبعا الجلد تغيرت صار في عنا شباب أكتر محط لنا التجعيل وفي حدا اسمه باتريتيا زوك اكتشفت أنه بهالفات أكيد في خلية جزعية ومن هون بلشت استعمال الخلية الجزعية بالتجميل وبعالم الشيخوخة دكتور بيحطوا كثير عن الإفرازات الناتجة عن الخلية الجزعية شو هي وشو بتلعب دور تحديدا؟ نحنا أول ما بلشوا الأبحاث عن الخلية الجزعية فكروا أن الخلية الجزعية هي طبية لأنه بتقدر تتميز يعني بتقدر تتحول بتصير عين بيصير جلد أتساترا بعدين ألاقوا أنه لا هي خلية طبية مش لأنه بتتميز بس لأنه بتفرز عوام النمو سيتوكونات سايتوكاينز بنسميهم هني كمان بروتيين بتفرز كمان هياليرونيك أسد غلايكو بروتيينز كل هاي دول المواد اللي بتفرزون عندن شغل بجهاز المناعة ومش بس بجهاز المناعة طبييا ولكن عندن إفكت على مثلا ضد الالتهاب ضد الأكسدي ضد الموت المبرمج بيخلقوا هون بيصير عنا تجديد يعني خلايا بيصير في عنا أنجيو جانيسز يعني بيصير في عنا شرعيين جديدة بتخلق شرعيين جديدة أو بتنشأ لحظة ما نقول نخلق شرعيين جديدة ومن هون بلش استعمالها مش بس بتجميل ولكن طبييا كمان نحن 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 نحكي عن خلايا يعني عن شي ما بتقشعوا العين صحيح كيف بتم استخراجه وبالتحديد استخراج هالإفرازات نعم الخلايا جزعية نقدر نستخرجها من الدهن من الحبل السوري وكمان من النخاع العظمي أهم شي يعني أسهل شي هو من الحبل السوري من الحبل السوري هو كمان دونور يعني يقدر يعطي كل العالم إذا كانت خلية والذي نحن عم نحكي self-retherapy self-retherapy يعني ما في خلية في بس إفرازات هيدول الإفرازات والبروتيينات بس لنأكيد منستخرج الخلية من الحبل السوري منحطهم بفلاسك بهيئة معينة تحت إشياء ستريل يعني آيزوفايد وبس يصيروا منستخرج كل هيدول بتصير هي الخلية تزد هيدول العوامل النمو نحن عم نشيلهم نعمل لهم ومنستعملون للتجميل نستعملون لرأبتنا لوجنا إيه هيدا بدي أسأل كيف منستخدمهم بتحديد منحقنهم بالحقن يعني منخدون ومنحقنهم هني بيعملوا skin boosting لأنه هيدول العوامل النمو عندهم استقبلات يعني receptors على resident stem cell يعني مش بس أنت عم تيخذ هالعوامل النمو لنقول يلي هو بيجدد لك البشرة لحاله أو بيحفز لك الكلجين والإلاسن كمين عندك أنت خلية جزعية ثابتة عندك resident وكل ما كنت أصغر بالعمر عندك أكبر سو بيعلقوا على المستقبلات طبع الخلية جزعية الموجودة لحتى يحركوها ويعملو لها activation لهي تتميز يعني إذا عندي جرح هيدا الخلية بتعمل كيراتينوسايد بترمم للجرح مش بس هي للتجميل هي كمين للنضبات الجلدية يعني بتجدد للصبا يعني كأنه عم ندفوش العمر لورا يعني إذا كان عمري خمسين ببين ثلاثين إذا عمري سبعين ببين خمسين يعني أنا عم بعمل شي جديد اللي هو مستقبل طب يعني أنا بعتقد الطب التجددي هو مستقبل طب التجميلة والطب حتى يعني وبيأخرنا الشيخوخة من الداخل ومن الخارج على أرض الواقع خلينا نقول أنه نحنا بدنا نستخرجهم من الحبل السري يعني أنتو كأطباء مزبوك أنا اللي بسهم اللي يستحبون من الحبل السري مية بالمية هن بيسحبون كيف بتم تخزينهم بعد أدي وقت نستعملهم وين أهميتهم وين مقدر نستفيد منهم أكتر شي أول شيء إذا بدنا ندعملهم بالتجميل أو بأي في تاني نحنا عم ناخد التش والنسيج مش عم ناخد البلاد لأنه البلاد بدو يصير فيه متجينوس ما فينا نعمل هيك ناخد نحنا التشو من أساسه أكيد بطريقة معينة بنحطه ببلاستيك هلأ في إذا بدنا نحكي علم في شيء اسمه الاسوسيشيشن أو سيل ترابي الاسوسيشيشيشن أو سيل ترابي هيدولي قالوا في ثلاثة كريتيريا أو أربعة كريتيريا يكون عندك خلايا جزعية من النسرة لهن الهاتف بلاستيك يجب أن يكون لديه فيبرو بلاستيك، مورفولوجي، إلى آخره فهي يجب أن يكونوا موجودين، ويجب أن يكون لديك موضوعات لأنه لم يكن يقول أنني أستخرج غلية غلية غلية، ليس مضبوط يجب أن يكون لديك علم بهذا الشيء ويجب أن تكون لديك كريتيريا حتى تقدر تعملهم على أرض الواقع من شيلون، يكون هناك إنكيبيتر يجب أن يكون لديه غلية 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 لأنه يكترون، وتعييشهم مثل جسم الإنسان يعني كأنك أنت عم تعيشهم بجسمك على 37 ديجري وبتعميهم وبتشربهم وتهتم فيهم وبصيروا هني يفرزوا هالبروتيينات وعويم النمو يلي نحنا إخشي منخذها بالمختبر أكيد بشكل كتير معقم وبعدين منستخرجها منحطهم بستيرايل شوف كيف البوتاكس نفس الشيء وبينحفظوا على ماينس 80، ناقص 80 أو ناقص 160 إذا بدنا بالليكود نيترجن وبيضلون سنين إذا بدك بس لتشيلها وتحطها بالبراد بتضين شهر بعد ما تفتحها وأكيد بنصح كل الناس تبلش عبكير تما نجاعد، تما يصير عنا لاكستي نبلش أبكار وهيك منوصل دايما شباب ما عنا أصلا تجاعد ما منوصل عنا تجاعد ولا منضطر نعمل عملية جميع يعني على أمل دايما نحافظ على الشباب المتجدد من الداخل ومن الخارج نحنا منشكر كتير دكتور نادا على قدير ونحنا منروح لفاصل ومنرجع من استوديو تشيك أب رح ننتقل مباشرة لعمان مع فقرتنا الأسبوعية مع اختصاصية التغذية رند الديسي أهلا وسهلا فيك رند رند مش ممكن نعمل تشيك أب بلا ما نحكي عن التغذية التغذية السليمة والتغذية الصحية بحلقة تختص بس بالشيخوخة كيف ممكن نخبر الأشخاص اللي عم يتقدموا بالعمر شو هي تغيرات الاحتياجات لجسدهم أوكي تعرف دكتور وسين دائما مع كل مرحلة عمرية في عنا احتياجات غذائية مخصصة لهاي المرحلة وعنجد نحنا لازم نهتم بهاي الاحتياجات واختلافها لحتى نحنا نقدر نواكب احتياجات جسمنا لحتى نحكي مع حالات تقدم السن شو بصير عنا بالجسم لحتى اعرف كيف انا بدي اتبع هذا الموضوع من ناحية غذائية اول شي اللي بصير عنا انه بصير في عندي قلة بالشهية عند العديد من الاشخاص مع تقدم السن وهذا بسبب تغير المذاق وخلايا المذاق اللي عندي بتكون بالفم فهذا الشي بيقلل الشهية عندهم بصير في عندي صعوبة مرات في البلع او مرات في عندي صعوبة بالهضم بسبب ضعف افراز الأحماض من قبل المعدة وهذا الشي بيصعب على الجسم هضم لفروتينات بالاخص من قبل المعدة ففي بعض الحالات بصيروا يبعدوا عن البروتين ويركزوا بأكلهم على النشويات اكثر بصير في عندي صعوبة في امتصاص البيتومين بي 12 كمان مع تقدم السن بسبب ضعف انتاج الأحماض من قبل المعدة اللي بتعزز امتصاص البي 12 بفضل الانترنسيك فاتكر اللي بيكون موجود عندي فبالتالي بصير عندي الانتصاص اقل وكمان بترتفع احتياجاتنا من البروتين بترتفع احتياجاتنا من الكالسيوم من البيتومين دي فبالتالي بهاي الفئة العمرية انا لازم اكون عندي وعي كافي انه انا احتياجات جسمي عم تتغير استجابة جسمي للأكل اللي انا عم باكله عم تتغير وكمان بعض من الفيتامينات والمعادن اللي انا كنت امتصهم بطريقة سهلة هلأ بصير عندي فيه صعوبة شوي بالانتصاص فبالتالي لازم اني انا اغير النظام الغذائي لحتى اواكب هاي التغييرات طيب راند بنفس الاطار منسمع كتير عن اهمية الكولاجين والحمض الهيلورونيك ودمجهم مع بعض كيف ممكن يصير هيدا الشي غزائيا؟ صح دكتور بتعرف نحنا عنا الجلد هو اكبر عضو موجود عندي بالجسم وهو اكتر عضو بيستنزف الفيتامينات المعادن والبروتين اللي احنا منتناولهم الجسم طبعا عنده القدرة على انتاج الكولاجين بشكل طبيعي ولكن بعد عمر معين انا دائما تنصح ما بين عمر الثلاثين والاربعين انه نحنا نبلش ناخد الكولاجين والهيلورونيك اسد على شكل مكملات غذائية لحتى نعزز انتاج الجسم رح يفيه بكتير كبار السن استخدامهم للكولاجين ودمجهم مع الهيلورونيك اسد لانه الهيلورونيك اسد بفعال الكولاجين والكولاجين بعزز من امتصاص حمض الهيلورونيك فبالتالي تنين بيشتغلوا مع بعض لحتى يحسنوا من المفاصل يقللوا من خشونة الركب او المفصل اللي ممكن تصير مع تقدم السن وحتى انها بتقلل من ظهور التجاعيد عندي على البشرة فانا كتير بنصح كبار السن يخدوه على شكل يومي وخصوصا خلال ساعات المساء على معدى فاضية شكرا راند الديسي على هالمدخلة الرائعة الخوف من الشيخوخة وتقويم وحماية العزام لدى المسنين تبقون هل تعلم ان 85% من المرضى الذين خضعوا للعلاج بالخلايا الجذعية أبلغوا عن تحسن كبير في حياتهم وجودتها في غضون ثلاثة أشهر فقط يولد الإنسان ولديه كمية ثابتة من الخلايا الجذعية قد تكون بالملايين ومع الوقت تتراجع هذه الكمية لنصل إلى ما نسميه بالشيخوخة يعمل البحثون اليوم على إيجاد علاج للألزهايمر والباركنسون من خلال العلاج بالخلايا الجذعية تشير الأبحاث المنشورة في المجلة العلمية البريطانية إلى أنه من بين نحو 37.2 تريليون خلية في أجسامنا لدينا بين 50 ألف و 200 ألف خلية جذعية بالغة مش من السهل دايما تقبل فكرة التأدن بالعمر وأثار الشيخوخة على صحتنا ومظهرنا وغالبا ما بتخلق هالمرحلة نوع من الخوف والاكتئاب من فكرة ختيارنا رح نطرح هالهواجس على ضيفتنا المعالج النفسية آيفي شاكور تفضلي أهلا وسهلا فيك آيفي ما حدا ما بيشيخ وهيدا من سنة الحياة بس ليش منخاف من الشيخوخة؟ هلا نحنا أجمالا ما منخاف من الشيخوخة نحنا منخاف من اللي بدو يصير بالشيخوخة وأكتر شي من الموت وهيدا الشي بيويكبنا من نحنا وبعمر كتير صغير الخوف والخوف من الموت بس الإنسان بس يصال بتقدم العمر يصير بمرحلة من مراحل الحياة أول شي بحس حاله أنه بدو يوقف شغل أم ما فيه يعمل أي حياة لأكتيفتي بيصير يخاف من المرض بيخاف من الموت بيخاف من الوجع بيخاف أنه ما يقدر يكون عنده عجز أم يكون عنده لا قدرة عنه يعمل أي عمل معين هيدا اللي بيخلنا نقول نحنا منخاف من الشيخوخة بس هو نحنا منخاف باللي بيصير بالشيخوخة أكتر شو هي المؤشرات اللي بدل أنه نحنا ما عم نقدر نتقبل للتقدم بالعمر الانسان بيمرق بحياته بمراحل كل مرحلة لازم يعيشها إذا فيه مرحلة مع عاشة هوني بيصير فيه عندنا مشكلة لأنه بيصير بدو بمرحلة تانية يعيش اللي مع عاشه قبل بس نصال لعمر متقدم أوقات منشوف أنه نحنا ما فينا نعمل أي شغلة كنا كنا لازم نعملها قبل أم منندم على عدم عملها منصير هوني نتوجع منصير نتقلم منصير نرجع نعيد جروحات الماضي هوني فينا نعتبر حتى لو ما كنا مثلا فوق الستين كنا بالخمسين بالأربعين أم بالثلاثين إذا فيه شي عم بيوجعنا عم بيخوفنا هو جرح من الماضي أم جرح من الطفولة والطفولة يمكن لكتير مبكرة بيرجع بيبين معنا جديد هيدا بيكون فيه هيكي تريج إنه هيدا خوف من التقدم بالعمر سو إذا منعالج الإشياء اللي نحنا وجعتنا بيط وفورتنا جروحات الماضي مخاوي في الماضي منتقبل إشياء كتير صعبة كانت بأول عمرنا منقدر نكون عم نتخطى الخوف بعمري كبير هيدا الخوف اللي عم تحكي عنه آيفي أمتا بيصير مرض نفسه أكتر من هو بس خوف أوكي هلأ نحنا بنعتبر مرض نفسه أم مشكلة نفسية بس يصير فيه تكرار للشغلة يعني من عمر صغير للشيخوخة إذا مثلا ولد صغير إجا حدا سألني عم بيكذب بقولهن عم بيكذب دايما صارت الحالة كتير متأدمة ولا أوقات بيكذب إذا أوقات عم بيكذب منا مرضية إذا عم تتكرر كتير وعم تزيد وعم تصير تزعج وعم تزعج الأشخاص اللي حواليه بتصير حالة مرضية نفس الشي مشان الشيخوخة إذا الشخص عم بتقدم بالعمر ومتقبل هالشي وبعده عم يعمل كل الأكتيفيتيز بعده محاط من كل شي عائلة عم يعمل علاقات جديدة اجتماعية ما بيكون في عنا مشكلة إذا نزعج شوي مثلا لأنه ما زبط عنده ريد أم لأنه عم تغير جسمه تخفف ذهراتها يمكن إذا صارت كتير متكررة بتصير حالة نفسية مرضية لازم تتعالج لازم ينسأل عنا الشخص كيف ممكن يتخطوا هالخوف الأشخاص اللي بيخافوا من تقدم العمر هلأ ليكي في كتير إشياء في أول شي نحنا اليوم بيبين عند الأشخاص اللي بس يتقدموا بالعمر أنه عندهم مخاوف ما عندهم أي انزعاج هنه الأشخاص اللي عندهم جروحات نرجيسية وهي دي جروحات نرجيسية في الطال كل الإشي عنده بجسده بفكره بنفسيته في كتير طرق فيها يتخطيها فينا نحكي عن مثلا أنه يعتنوا بتجدد يعني عند الحكيم أكيد مش عند معالج نفسية كيف بدون يعتنوا بجمالون بمظهرون خارجي يعني أنا بس أطلع بجسدي شوفوا تغير عن وقت كان عمري 20 سنة عم 30 سنة أم 40 سنة فيه يروح أعمل استعيم بالعمليات التجميدية هيدا الشي بيرجع للشخص نحنا ما منقول عمله هيك أما تعملوا فيه يحافظ على النشاط يعني ضلني أعمل إكزرسايز ضلني أعمل نوع نشاط سبورتيف بحبه فيه يعتنب اللي حواليه بطريقة غير مثل ما كنت اعتنب يوم ما قبل بصار فيه نضج أكتر صار فيه وقت أكتر فيه كمان الشخص لحتى يقدر تخطى هالمرحلة يعمل علاقات مع أشخاص حواليه ما يعزوا حاله ما يقض دايما وبيقدر آيفي كمان ببعض المحلات يتقبل نفسه مثل بعض الممثلات كنتنا شفناهن ما عملوا أي عملية تجميل وطلعوا بكل ثقة على التلفزيون قديش تقبل الزيت ضرورية بهالحالة هولي كلهم إذا ما في تقبل لنفسنا ولوين صرنا ولشو عملنا ونتقبل الأغلاط اللي عملناها بالماضي ما نكون بدنا نرجع نعيدها بدنا نصلحها بدنا نعيدها بالعمر الكبير مش للعمر التبع الخمسة والعشرين شكرا المعالجي النفسية آيفي شاكور من التأثير النفسي للتقدم بالعمر لزواهر الرسدية بفقرة عن تقويم العزام بعد هل تعلم هل تعلم أن أربعة من خمسة أشخاص من كبار السن يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل مثل اضطرابات القلب أو التهاب المفاصل أو هشاشة العظام من عمر الخمسة وسبعين وما فوق رجل واحد من ثلاثة رجال وامرأة من اثنتين لا يمارسون أي نشاط جسدي أبرز المشاكل التي يعاني مننا المتقدمين بالعمر هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الإختصاصة بالطب تقويم العزام والطب الرياضي ووخص الإبر الطبي الدكتور إلي مالك سيعطينا فكرة عن أبرز الحركات التي يمكن أن تساعدهم بهذه الطريقة أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بكم دكتور كيف تقويم العزام يمكن أن يؤخر على ميت الشيخوخة على المفاصل وعلى حركة الكبار بالعمر هلأ نحن عند المسنين أو المتقدمين بالعمر لدينا شاغلتين خوفين أول خوف تعرفي أنه الكبير بالعمر بس ينصاب قدرتوا على العلاج أو الشفاء على الشفاء أطول من شخص أكيد شاب فنحن بالعلاجات اللي بنعملها كخصائيين تقويم العزام لدينا هدفين أول شي نمنعه ينصاب وتانيا بدنا نحافظ على تراوت المفاصل يلي هي بالشيخوخة بصيبة واللي بنسمعها وإما كان الأرتروز أو التكلس أو الخشونة بالمفاصل فنحن عنا هدفين نحافظ على تراوت المفاصل وتانيا نمنعه من الإصابة كيف نمنعه من الإصابة أول شغلة أساسية بتقويم العزام وإعادة تأهيل للشباكات العضلية هي أنه نمنعه أنه يوقع الكبير بالعمر والمسن الريفلكس طبعه قدرته على الاستجابة في حال تفركش بالسجدة في حال قيم بسرعة هيدا قدرته على يلحق حاله ضعيفة فبس يوقع بيصير تعرف بيصير فيه أو كسر بالورك أو إصابات هيدا بتأخر بتأخر الشفاء وبتأخر قدرته صحية كمان وبتأثر على نفسيته فالتراجع بيكون كتير سريع فنحنا بالعلاجات طبعا أول شي بدنا نزيد قدرته بالريفلكس أو يقدر يرجع يقدر إذا في حال صار في عنده حركة سريعة لحيوقع يرجع يقدر يسبت حاله وتانيا الهدف التاني هو أنه قد ما فينا نشتغل على الجهاز العضلة والهيكل يعني الجهاز الستركتشر أو البنية العظمية المفاصل وكل شي بيجي حول المفاصل من صفت شو أو من أوطار وأنسجة يلي هي بتساعد المفصل في الحر فالإكليبر التوازن بين طراوة المفاصل كمفصل بحذته والحفاظ على الكتلة العضلية كتير مهم على أكيد ما لحفرج كل العيب تعرف ما الوقت يعني ماش قدرين نفرج خلينا نشوف بعض الحركات يلي هي بتفرق شوية عن الحركات اللي شفناها بالحلقات السابقة بس بدي منك بليز نحن نحكي مثلا للكتف حركة الكتف حركة الكتف مثلا منيجي منطلب منياخد الكتف منطلب من البيت يقرب شوية عجنب هيك وهون الحركة هي عطول روتين روتين بتخلي تعطي معلومة للمفصل إنه يطرى والمريض يحس بمفصله عم بيرتاح والليون عم ترجع شوية شوية على المفصل فبنجي رخة بهالروتين هاي دي نجي نحنا بإيدنا منحس قدي المفصل عم بيعطينا ومتعاون مع المريض نقول له رخة يتجاوب حتى هو كمان يحس قدي مفصله عم بيشد وعم بياخده شوية شوية منحس إنه هال مفصل عم بياخد امبليتود أو عم بياخد مدى بالحركة أكتر وصاعتها أكيدة هيدا العلاج بيبلش نحنا هود العلاجات بيبلش من أسفل الجسم للروتين كلها سوى بنبلشها إجمالا من بعد الستين لأنه بهالعمر هيدا بيبلش الريفلكسز تضعف وبعوز عدد كبير من الجلسات ونحنا يوجد سؤال كتير مهم إذا فيه وجع منحل الوجع نخلص من الوجع ومنقلله للبيشنت أنت حسب عمره وحسب الحالة الصحية كل شهرين كل ثلاثة كل أربعة تشهر مرة بالسنة مرتين بالسنة ولازم يتابع أكيد ومنعطيه حركات يمارسها بالبيت بالمنزل وبيصير نعمل نحنا مثل بالإضافة للكتف شو كمان نقدر نقدم له عنه أكيد للرقبة مثلا بالرقبة إذا بيكون فيه أكيد خشون بتاعف الكبير بالعمل ما فيه يبرم مظبوط فهون نفحص الخارزات مظبوط رخي رخي وبيكون في عنا هالحركة هيدا يلي منرجع تراوي مش بالعضلات هون أنا عم بشتغل على الفقرات أوكي هيدا واحدة من الإشياء بالركبة مثلا أكيد بيكون فيه روتين معينة بالركبة رخي 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 عمو المعروف رخي رخي على الآخر رخي ركبتك كمان أنا بإيدي عم بحس قدير ركبة عم تعطيني وأكيد مثل ما شفت عم بتفاعل مع البيت عم بقول له إذا حس إنه عم بيشد رخي وكل ما أنا إربح بشتغل ركبة وورك وبعدين بس روح على الآخر عم بحس بالضهر فهيد الروتين تخلق وعي عصبة بنخاع بصير نخاع يرجع يقشع على المفاصل كلها عم تشتغل مع بعضها المريض عم بيحس براحة جسدية وأنا عم شخص وين المفاصل اللي أنا بدي أرجع مرة تانية أرجع أشتغل عليها وأعطيها حركات أكتر تحت يعني في دقة من عمر الستين أنت بتنصح الأشخاص يتوجهوا صح بريفنتفلي ويقائيا لازم بعد الستين يجوا عند طبيب أخصائي تكويم عظام شدد على هل نعمل أساسمنت تقييم للعمود بالفكرة شكاة بالأساسي شكاة بالأساسي نحط تشارج وهن المفاصل والتشنجات والتكايودات الحركية الموجودة ونبدأ بالعلاج دكتور إلي مالك أنا بشكرك كتير على كل شيء قدمت لليه بهالحلقة نحنا نعتبر الشيخوخة مش بس تجاعيد على الوجه وعلمات تعب على الجسم هي تجارب هي حكمة وحياة محفورة بالقلب والعقل ومثل ما كانوا قلونا أهلنا نحنا وصغار إن شاء الله بتختيروا يعني عم بيتمنون لنا لعمر الطويل إلى اللقاء شاء